فالرام اللي هو Random Access Memory عنده سلوت خاصة بالكمبيوتر هاي السلوت واضحة أمامنا ونقدر إنو إحنا شنو نركب الرامات في داخل هذي السلوت اللي موجودة طبعاً إحنا نريد ليش نغير الرام طبعاً من يجيك الكمبيوتر ممكن يكون عندك أكثر من السلوت لاحظ هنا أنا عندي أربعة سلوتات صح؟ هذا النوع من المذربة طبعاً كبير فيكون عندي كم سلوت تلاحظ؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة أربعة سلوتات بس لو دقيق شوية تلاحظ إنو السلوتات مختلفة باللون يعني هذا أصفر واللي بجانبه برتقالي هذا أصفر واللي بجانبه برتقالي كسلوت أنت تقدر تختار أي سلوت وتضع بيها الرامات مالتك لكن إذا عندك رام واحد خليها بأول سلوت موجود هنانا زين؟ إذا عندك تريد تزايد الرام حتى تزايد السرعة الرام أخذ قاعدة تريد تعمل ملتي تاسكينج إذا تريد تعمل ملتي تاسكينج تفتح أكثر من تطبيق ما أنت تحتاج رام زين، هنا أنت عندك مثلا تريد تحتاج الرام اللاخ، تمام؟ الرام اللاخ لا تضعها بصفحة أوكي لا تخليها بلبرتقالي، لأ خليها باللون المشابه إليه يعني أنت مو خليت بالأصفر، خليه بالأصفر، الثانية خليها بالأصفر، عد بعدين من تري تشتري الرام الثالث، خليه بالبرتقالي، بعدين من تشتري الرام الرابع، خليه بالبرتقالي، أوكي، هالشكل، يعني إذا الرام الأول بالبرتقالي، الرام الثاني خليه بالبرتقالي، إذا الرام الأول بالأصفر، الرام الثاني خليه بالأصفر، أوكي، ذولة ما تخلوا الألوان هالشكل، اعتباطاً، لا لا لا، الألوان، معنات هذول الثنين متوافقين جداً رح يكونون اختيار الرامات أيضاً مهم جداً 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 زين؟ في عندك أنت الرام اللي إحنا نقولها ال-DIMM هذي الرامات ال-DIMM اللي هي شنو؟ الفكرة من عندها طبعاً ال-DIMM اللي هو ال-Dual Inline Memory Module الفكرة من عندها أنه ممكن ال-bits اللي يتحملها ال-pins هذولا عدد ال-data اللي يتحملها هي تقدر يعالج لك 64 bit ك-data width، كعرض البيانات، البيانات اللي يستلمى من عندك فهي يستلمى من عندك 64 bit لل-data، كعرض ال-data هذا يكون عندك هذا النوع اللي إحنا نسميه بال-DIMM طبعاً، هذا بالنسبة للكمبيوتر، بالنسبة لل-PC، الكمبيوتر، تمام؟ قلنا يختلف عن اللابتوب إذا ضفنا كلمة SO قبل ال-DIMM هاي طبعاً ال-station نحفظ إذا وضعنا SO ناقصاً D-IMM راح تلاحظ أنه حجم ال-رامات صارت أصغر، بتلاحظ، أصغيرة مو مثل السابقة، يكون كبيرة، طويلة، خلي نقول هذا النوع، ال-DIMM هي الرامات مات الكمبيوتر حلو؟ بينما ال-S-O-DIMM، لا هاي مصغرة، اللي هو شنو؟ Small Outline SO هي Small Outline Dual Inline Memory Module هاي مخصصة لللابتوبات، فتلاحظ هذا الشكل هي الشبيه برامات مات اللابتوبات، واللي هي تكون DDR2، DDR3، DDR القديم، DDR4، وفي عندك ال-SD-RAM كل هذه المصطلحات اللي أنت سمعتها هي يتم استخدامها في اللابتوب، وأيضاً في الموبايل، حتى بأجهزة الموبايل، فهنا أنت عندك ال-S-O-D-M وعندك أيضاً ال-DIMM، الاعتيادية، لاحظ؟ هاي الشكل تعرفها، لذلك أنت تحس أنه في فرق بين الحاسبة ال-PC، راح تكون أسرع بكثير من اللابتوب، يعني كمقارنة، تمام؟ وفي عندك إهنان تشوف، لاحظ هذا الرام مات الكمبيوتر، بينما هذا الرام هو ما شنو مات اللابتوب، وحتى مثل ما قلنا، باللابتوبات مستخدم وأيضاً بالموبايلات والتابلت سوى إلى آخرهين، إحنا ذكرنا أيضاً مصطلح آخر اللي هو شنو ال-SD-RAM، بس قبل ال-SD-RAM خلنكتب DRAM، اللي هو ال-Dynamic. ال-D-RAM جاي من Dynamic Random Access Memory، فكرة شنو هو، أنت كال-Dynamic تحتاج كل فترة تعمل ال-Refresh، فيسمونه بال-D-R، أو خلنكول ال-D-RAM، اللي هو ال-Dynamic Random Access، بمعنى أنه يحتاج بين فترة وفترة يعمل ال-Refresh، لأنه بدون ال-Refresh، ال-Data اللي مخزونه بال-Memory راح تختفي، تمام؟ مثل ما قلنا إحنا هو Random Access من اسمه، Random Access Memory، بمعنى ما بها أي storage، أوكي، ومن نفس الوقت تقدر يوصل بشكل عشوائي لأي جزء من أجزاء ال-RAM، وهذا الشكل، كون إنه هو Random Access، يكون أفضل بكثير من ال-Hard، سواء كان SSD أو HDD، أفضل بكثير من هذوله، ليش؟ لأنه يقدر يوصل بشكل عشوائي لأي مكان يريده، فلذلك يكون أسرع بالمعالجة، RAM أسرع بالمعالجة، لذلك نحتاجها إحنا بتطبيقات مالتنا، وفي عندك أيضاً اللي قلنا عليها أيضاً بال-SD-RAM، اللي هو Synchronize. Synchronize Dynamic. SD-RAM. Synchronize لل-D-RAM. فكرتها شنو؟ Synchronize. يعني عندك أكثر من System Clock أو خلي نقول أكثر من طلب، يقدر يجمع لك الطلب كلتها بمرة واحدة، مو مثل ال-D-RAM الاعتيادية، يعني إذا يجينا نفرق بين عندك ال-SD-RAM وال-D-RAM. ال-D-RAM ينتظر ال-Clock Signal حتى شنو يقدر يسوي لك بروسس إليها، بينما عندك ال-SD-RAM، طبعاً هناك كاتب S-RAM، هذا غلط. ال-SD-RAM يختلف، هو Synchronize، بمعنى يقدر يسوي الطلب مالتك، أو يقدر يسوي البروسس مالتك، من أول طلب دون الانتظار لل-Clock Signal، فهنانا إش راح يصير عندك أسرع بكثير؟ تمام؟ تمام؟ هذا الشي عندك هنا يتوضح ال-S-D-R Signal، هايدا تريد تشوف المعرف إذا كانت موجودة VS-D-D-R. آه، هذا الشيء، هاي بالنسبة لل-Clock، ما عرف إذا هنانا ال-Clock ما التواضح، أين هو؟ آه، هذا الشيء، شو هاذا ال-Q، ال-Quad، هذا الدول، DDR، نفتحنا ال-New Image، آه، هذا الشيء، لحظ عندك هنا شنو؟ ال-S-D-R، اللي هو ال-Single، أوكي؟ وعندك ال-D-D-R، اللي هو ال-D-Wall، تمام؟ وفي عندك ال-Q-D-R، اللي هو ال-Quad، شوف، ال-Single، اللي هو شنو يكون؟ عندك بكل-Clock، طبعا أنت عندك ال-Upper وال-Down، ال-Upper يعني هذا عندك ال-One وال-Zero، تمام؟ الأعلى شيء One وال-Zero، هذا يعني قمة وقعر يعتبروه Cycle واحد، فأنت عندك ال-Data، هي OneData تقدر بال-Cycle الواحد، أوكي؟ بينما ال-Dual، لا، تقدر اثنين داتا تعالج، ب-Cycle واحد، هذا Three عندك، أوكي؟ طبعا، ال-Quad غير داخل، عندك أكثر شيء عندك بالامتحات مثل A+, عندك ال-SDR، وعندك ال-DDR، فهنا أنت عندك data وحدة، هنا أنت عندك اثنين data، فليهذا يكون عندك شنو؟ ال-DDR أو ال-DDR2، ال-DDR2 اللي هي ال-SDRAM، بعد ال-DDR2، سمعين بها أكيد، ال-Memory DDR2، DDR2، مزين؟ هذا النوع من الرامات اللي دخلت وياها شنو؟ اللي دخلت وياها ال-SDRAM، النوع مالتها SD-RAM، يكون أسرع بكثير من ال-DDR العادية، بس لكن من تجي تفكر إذا أنا عندي حاسبة تدعم ال-DDR، هل أقدر أربط عليها حالياً DDR2؟ أكيد لا ال-Backward ما يصير، يعني أنت عندك motherboard يدعم DDR1، ما يصير تخلي إلى DDR2، ما يقبل، أكيد، في عندك أيضاً DDR3، طبعاً من نقول 3 معنا تصار عندك ال-chip مالتها ال-capacitor أغلى وأكبر، وبدأ يدعم لك 16 جيجا، بعد ال-DDR3، أو DDR3 نفسها، قام يدعم لك 16 جيجا لكل DIMM، بس نفس الوقت نقدر نقول ما راح يرهم على DDR2، يعني إذا motherboard مالتك DDR2، ما يصير تخلي إلى DDR3، أو motherboard مالتك DDR3، لازم تخلي إلى DDR3، ما يستروح من كيفك تجيب إلى DDR2، وعدنا نعرف أيضاً الحاسبات حالياً تدعم أيضاً DDR4، أزيان، شوف لاحظ هذا واحد فقط، وديقولك 8 جيجا، بس لكن، أنت عندك DDR4، مو فقط زيد السرعة، يعني مو بس صار أسرع من DDR3، طبعاً من نقول أسرع، معناتك كان، معناتك أصبح ال-frequencies مالتها أسرع، أوكي، فوصل لحد ال-64 جيجا، تلاحظونا سيمكن سامعين كثير من الناس يقولك شنو؟ اللابتوبات نزلت ب-64 جيجا، اللابتوبات نزلت ب-120 جيجا، تمام؟ بس لكن أنا من أقولكم 64 جيجا per DDIM قصدي على ال-RAM الوحدة، يعني اليوم من تلقي بالسوق مثلاً يقولك إنه هذا الكمبيوتر، هذا اللابتوب مئة ومائة ومائة وعشرين جيجا، الرام مالتها، أوكي، هذا سلوتين 64 حرقين، ماكو واحدة، اللي حدث عندك DDR4، يدعم لحد ال-64 جيجا، يعني تقدر أنت عندك سلوت واحد، تخلي بها 64 جيجا، زيان؟ وتقدر اثنين تخليها فيصل مئة ومائة 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 وعشرين جيجا، طبعاً أكيداً ما يعتمد على الماثر بورد اللي انت تشوفها، فحتى ما أقدر، حتى ما أخربط، يعني ممكن يصير عندك قلق، تقول مثلاً ممكن أنا أستخدم، أنا حاسبتي DDR1، زيان ممكن أنا روح أجيب من السوق DDR2، وبعدين أحرق الماثر بورد، اطمئن، إذا حاسبتك DDR1، مستحيل تقدر تركب عليه DDR2، أوكي، أو حاسبتك DDR2، مستحيل تقدر تركب عليه DDR3، أو حاسبتك DDR3، مستحيل تركب عليه DDR4، يعني ما تتراهم، ما أحد ما يتراهم ويا الثاني، إذا أنت حاسبتك DDR4، فقط DDR4 راح يقبل، إذا حاسبتك DDR3، فقط DDR3 يقبل، ليش؟ لين أكو فتحة هاي الفتحات تتغير من رام لرام آخر، شوفوا، هاي دا تشوفون الفجوة اللي هنانا، مال DDR1 راح تكون في مكان، مال DDR2 راح يزحف لمكان آخر، مال الثري يزحف أبعد من عنده، مال الثور قبل مال DDR1، فمستحيل تقدر تراهمها، فرح تعرف إنه هذا متجاي يدعمه، أوكي، فنرجع للرام والslots مالتهم مثل ما قلنا، هذا في عندك نوع الـ Dual Channel، تمام؟، وفي عندك الـ Triple Channel، وفي عندك الـ Quad Channel، لاحظنا عندك أربعة، تمام؟، فمثل ما قلنا، اختيار الرامات يعتمد على شنو؟، شوف هنا يقول لك Dual Channel، هذا النوع Dual Channel، زين DDR2، كاتب لك، بالـ Motherboard، وخلي في بالك، ما ينفع أنت تروح تجيب الرام من مكان، والرام الآخر من مكان آخر، حاول الرامات من نفس الشركة، قدر الإمكان، من نفس الشركة، هاي نقطة رقب واحد، ليش؟ لأن نقطة رقب اثنينها مهمة، شوف الـ Motherboard، مالتك يدعم، لو لا، مرات تجيب رامين هما من نفس الشركة، بس مع المـ Motherboard، مايتوافق، فهذا أيضاً لازم تتأكد ما عنده، شلون، ليش؟، لأن أنا أقول لك، الميموريات أيضاً بها اختلاف، عندك ميموريات تستخدم بنوع الـ Operating System نفسها، في عندك رامات خاصة للـ VM Server، في عندك رامات خاصة لأنواع يعني كـ General، أي نوع من السيرفر، في عندك رامات خاصة للـ Data Base Server، أوكي؟، هاي الرامات، في عندك نوعين اللي إحنا نسميها بالـ Party Memory والـ Error Correction Code Memory موسيقى موسيقى